السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب ياربوا تكونون بخير معاكم الدكتور اشرف البرعي محاضر الكيمياء الحيوية ان شاء الله السنة دي هكون معاكم ضفعة اولى طب حرص هكون معاكم ان شاء الله السنة دي او البلوك ده ان شاء الله في مادتين مهمين جدا المادة الاولانية اللي هي مادة البيوك ميستري يبقى انا هدرس لكم المديول ده مادة البيوك ميستري وكمان هدرس لكم مادة جميلة اسمها المايكرو بايولوجيا يبقى انا هديلكوا كورس السنة دي عن مادة البيو وكمان هديلكوا كورس في مادة الطيب متيجة كده دكتور تعرفنا بنفسك انا دكتور اشرف البرعي محاضر الكيمياء الحيوية في طبعا يعني 8 كليات من كليات الطب طب المنصورة طب منها طب الزعزيق طب الدلتة طب دمياط طب حورس ان شاء الله السنة دي بنبتدي ليهم مع دفعتكم اللي هي دفعة سنة أقول طيب مبدئيا كده خلينا نتكلم يا دكتور عن كل مادة على حد هنيجي نتكلم النهاردة الفيديو ده انترو عن مادة البايك ميستري لما نيجي نتكلم يا شباب عن المادة اللي هي اسمها بايو كيميستري ألاقي ان البايك ميستري ديت يا شباب بتتكون عندي في البلوك ده من 4 شباتر مهمين جدا طيب ايه هم الشباتر بتاعة البايك ميستري عندي يا شباب اول شبتر وتاني شبتر والتالت والرابع كم شبتر كده؟ 4 شباتر طيب الشبتر الاولاني ده قال لي بيتكلم عن حاجة اسمها الكاربوهايدريتس الكاربوهايدريتس اللي هي السكريات طيب الشبتر التاني بيتكلم عن حاجة اسمها الليبتز اللي هي الدهون الشبتر التالت حاجة اسمها البروتينز والشبتر الاخير حاجة اسمها الانزيمز الانزيمات طيب تعالا كده اقول لك كل شبتر فيهم هندرس في ايه الشبتر الكاربوهايدريت ده حبيبي هندرس فيه حاجة اسمها مواق كاربوهايدريتس اللي هي السكريات السكريات باللاتيني ديت يا شباب بيسموها السكريات السكريات باللاتيني بيسموها ايه؟ بيسموها سكريات اللي هي سكريات هناخد بقى ايه احنا هناخد حاجة اسمها مونو سكريات يعني جزء احادي السكريات ده ان شاء الله هنشرح فيه ثلاث حصص لاني بناخد المونو سكريات وبناخد مشتقات المونو سكريات دي اللي بتبقى طويلة طيب بعد كده بناخد درس بعنوان الضي سكريات اللي هو اتنين جزء سكر مسكن في بعض والدرس كمان اللي بعده اسمه اوليجو سكريات ودرس الاوليجو سكريات ده درسه صغير فاحنا بنضمه في نفس الحصة بتاعت الضاي يعني اللي اتنين دول هيتاخدوا في حصة واحدة طيب بيتبقى معايا ايه يا دكتور؟ بيتبقى معايا درس اسمه البولي سكريات طيب البولي سكريات ده درس كبير شوية في حاجة اسمها هومو بولي سكريات يعني بولي سكريات هومو يعني متجانس وفي حاجة اسمها هيتيرو يعني غير متجانس دول بيتاخدوا في حصتين اللي هومو في حصة والهيتيرو في حصة يبقى انا كده هاخد ان شاء الله في الكورس كم حصة في الكاربوهادريت ادى 3 4 6 حصة طيب كده خلصنا من الكاربوهادريت نتكلم عن الشابطر الجديد اللي هو اسمه شابطر الليبتز يبقى كده اخدنا اتكلمنا عن شابطر الكاربوهادريت دلوقتي نتكلم عن شابطر مين الليبتز الدهون شابطر الليبتز يا حبيبي قال لي بناخد فيه 3 دروس 1 2 3 الدرس الاولاني بيبقى بعنوان السيمبل لبتز الدهون البسيطة طيب واللي بعده عنوانه اسمه الكمباوند لبتز الدهون كمباوند يعني ايه مركبة يعني علىها مركب كمان واخر حاجة اسمها الدرايف دي لبتز يعني الدهون المشتقة سيمبل لبتز يا شباب يعني دهون وبس يعني هتلاقي دهون مفيش عليها حاجة تانية هي كلها على بعض دهون طيب كمباوند لبتز قال لي ده عبارة عن لبتز يعني عبارة عن دهون زائد نام لبتزائد حاجات كمان ليست دهون ايه الحاجات اللي ليست دهون ديت قال لك زي مثلا البروتين حتة لبت عليها بروتين اسمها كمباوند حتة لبت عليها فوسفيت اسمها فوسفوليبت تمام طيب ودرايف ديت يعني مشتق مشتقات تمام يعني ايه مشتقات يعني بتنتج من تكسير السيمبل او الكمباوند يعني انا عندي سيمبل لبت او كمباوند لبت لو قسرته ناتج التكسير ده بسميه ايه درايف طيب البروتين هاخد درس اول درس عندي اسمه الامينو اسد الاحماض الامينية الدرس ده ان شاء الله باخد اسماء الامينو اسد وباخد تأسماتهم وباخد كل ما يخص الاحماض الامينية بعد كده باخد درس بعنوان classification of protein في الدرس ده بنقسم انواع البروتينات بشوف ان فيه برضو عندي حاجة اسمها زي الليبت بالزبط بادرس في الدرس ده حاجة اسمها السيمبل بس بروح بقى ادرس السيمبل بروتين بقى وبادرس برضو كومباوند بروتين وبادرس برضو نفس عنوان الليبت بروح ادرسها في الدرس اللي هو classification of ايه classification of البروتين طيب بعد كده باخد الدرس الاخير في البروتين حاجة اسمها البروتين structure طيب البروتين structure ده المفروض بدرس تركيب البروتين هنعرف ان انا عند البروتين ده بيتكون من حاجة اسمها احماض امينية مسكة في بعض ولكن الشكل ده بيفضل يعني يحصل ان هو يندمج مع بعض اكتر علشان ياخد شكل اسمه سلاسي الابعاد كزا طريقة كده بوصل بها من من الشكل الاول للتاني للتالت اللي هو السلاسي ايه الابعاد ده حصة بعنوان البروتين structure طيب اخر شبتر معانا بازن الله حاجة اسمها الانزيمز طيب الانزيمز ديت هناخد فيها ان شاء الله هناخد اول محاضرة اللي دايما بتكون intro introduction هاخد intro كده عن الانزيمات هشوف الانزيمات ديت بتشتغل ازاي الانزيمات ديت بسميها ازاي الكلام ده كل هاخد محاضرة هشوف فيها الفاكتورز اللي هي العوامل اللي بتأثر على شغط الانزيمز سواء عوامل بتزود سرعة الانزيم او عوامل بتهبط الانزيم هادرس الفاكتورز دي تمام هادرس كمان ان شاء الله اه من المعادلات ازاي الانزيم بيشتغل يبقى حاجة اسمها ايه mechanism of action يبقى الميكانيزم of enzyme action يعني ازاي الانزيمات دي بتشتغل تمام طيب ناخد كمان حاجة اسمها بلازمة انزيمز يعني الانزيمز اللي موجودة في البلازمة يعني الانزيمز اللي موجودة في الدم باذن الله شباب ده منهج اللي هيجي بازن الله عندنا في اولى طب حورص يبقى ده كده المنهج اللي احنا هنترسه في اولى طب حورص لو هقسم لك بالحصص هقولك ال simple ده حصة ساعة ال compound ده حصتين هاتلون تاني كده يبقى ده هوت حصة ده حصتين drive ده حصة ال amino acids ده يتكون لها في حصة كبيرة classification حصتين protein structure ده في ترتح حصص enzymes كل حاجة اللي انا ذكرتها ديت بتكون ان شاء الله في حصة ولو في اي حاجة اتشرحت فيه العملي برضو باذن الله هشرح حرسياتك في كلية اولى طب حورص ده يا شباب ملخص اللي احنا هندرسه فيه المادة طيب انا كده عرفتك المادة عرفك بقى دلوقت حبيبي هنذاكر ازاي المادة كيف تذاكر ال bio يبقى العنوان اللي انا هكلمك فيه دلوقتي كيف تذاكر ال bio ازاي اذاكر ال bio قال لي والله هذاكر ال bio ديت مع دكتور اشرف ازاي اول حاجة هيكون معاك شرح على الصبور يبقى اول هام ان انا معايا شرح على الصبور شرح على الصبورة ده سواء اللي انت شفته في اول حصة انا رفحتها لك في السكريات اللي انا ببقى واقف على صبورة وبشرح لك على الصبورة السوداء تمام او ممكن اشرح لك يبقى اما في الستوديو بتشوفني او بشرح لك بالطريقة التانية اللي انا بشرح لك بعد الوقتي والطرقتين نفس الطريقة الطرقتين انا نفس الشخص اللي بتكلم والطرقتين بكتب لك بخط واضح جد يبقى في الستوديو او زي الطريقة دي زي كده طيب ده بالنسبة للشرح طيب بعد الشرح يا ولادي في حاجة اسمها المراجعة مراجعة على ايه يا دكتور مراجعة على ايه المراجعة دي يا حبيبي بتكون على نفس الحصة اللي انا شرحتها ولكن فيه وقت قصير يعني ايه يا دكتور يعني انا شرحت لك محاضرة مثلا يعني السم بالليبت في ساعة هشرحها لك تاني تاني ولكن هشرحها لك في صورة ايه مراجعة فيه من خمس الى عشر دقائق ده علشان انا ثبت لك المعلومة في دماغ طيب تالت حاجة ليه المذاكرة ايه يا دكتور تالت حاجة ليه المذاكرة الاسئلة وده حاجة مهمة جدا جدا لازم تحل اسئلة علشان تحل في الامتحان لازم تحل اسئلة كتير وده لعبتي الحمد لله دي السنة الخامسة ليا في كورسات مادة البايك ميستري والحمد لله يعني بفضل ربنا الانسان بقى عنده معلومات كافية ويقدر يعرف الامتحان بيجي ازاي والكلام ده كله فباذن الله الاسئلة ال الامتحان السنين اللي فاتت اسئلة ايه امتحانات سابقة اسئلة الفورماتف اسئلة الفورماتف سواء بقى بتاعت جمعتك او اسئلة فورميتف من جمعات تانية لنفس الدكاترة اللي بتشرح يعني انت الدكاترة اللي بتشرح عندك ممكن تكون بتشرح في جامعة تانية فلو نزلوا امتحان مثلا في جامعة تانية قبلك نزلوا امتحان مثلا في المنظورة نفس الدكاترة اللي عندك هجيب لك اللي بتحنوا حلهولك الاسئلة يا شباب اسئلة هامة جدا لان مش بجيب لك اسئلة من كتاب وانقلهالك انا بجيب لك اسئلة متوقعة ممكن ان هي تتكرر تاني معاك في الامتحان يبقى كده هنذاكر مادة البيو وانا باذن الله لو انت مشيت معايا كده يعني هتوصل باذن الله الى اعلى الدرجات في المادة شكرا يا جماعة كان معاكم دكتور اشرف البرعي محاضر الكيميا الحيوية وباذن الله اولى طب حورس كل الكورس معايا يجيب اعلى التقديرات الف شكرا طلاب اولى طب حورس الف شكرا يا جماعة